سلام عليكم حبيباتي سلام يزينا تشراكم انشاء الله تكونوا كامل بألف خير صحة رمضانكم صحة صيامكم ربي يتقبل من نومينكم صالح الأعمال لفيديو تعنهار اليوم هنشوفوا دائما وصفات رمضانية رح نشوفوا الطاولات اليوم الثالث من شهر رمضان الفين وثلاثة وعشرين انشاء الله الأفكار لاني رايح نشاركها معكم تفيدكم حبيبات قلبي هنا خياتي راني نشارك معكم تنظيف شوية في الحمام تنظيف اليومي اليوم كما كتشوفوا معايا حننضف العين ديالي استعملت لغاج موزيل الكلس هذا الديتات خون شوفوا البنات اخذت أنا بابي دوتوالات حطيتو كامل على لغوبيني ديالي ومبعدة رشيت لغاج كلين هذا موزيل الكلس لبابي هادك رح يخلي هاد لوب خدوي هذا يعني يحكم مليح مليح في لغوبيني هاكدا باش يمدلي نتيجة سريعة وهادك لوب خدوي يعني ما يهبطش برغم انه شوفوا يعني جايك شغل انموس مي هاكدا باش نحافظ عليه ويمدلي مفعول قوي وسريع على الغوبيني ديالي سيغتو اذا كان عندكم الكالكار يعني في بزاف لغوبيني دياليكم ديروا هاد طريقة تاع البابي وراكوا راح ينشوفوا النتيجة خياتي انا هاكدا خليتو يتفاعل شوية حوالي خمس دقائق لانه ما كانش عندي كمية كبيرة تاع الكلس فيه هادك الوقت تاني كي ماشتو كنت رشيت شوية على لافايونس تاني حكيتها كامل به لانه جايك شغل لكم انموس ويرغوا ما شاء الله وما نحكي لكم شخياتي على الريحة تاعو كي تكونوا تخدموا به يعني ما شاء الله وراح تشوفوا البارق لمدهيلي والله من اروع ما ياكم واحد اللي بخدوه ان شاء الله هاي اللي لقيتو خياتي في الاسواق نصحكم به واذا كان ما لقيتوش راني دائما نخللكم في صندوق الوصف اليا في البيت هاكدا باش طلبوا منه من توجد تاع الوغاش سواء هادا الخاص بالكلس ولا اي من توجد اخرى تاع الوغاش هنا شوفو شللت كامل الحالة نشفت تاني كامل لفايونس نشفت كامل هادا كلوغو بيني والنتيجة يعني من اروع ما يكون صدقوني غير مرايا راه يبري كيما راكوا تشوفو امعايا من الشغل الخياتي والتنظيف نروحوا مع بعض نشوفو التحليا الله يحلي يا ماتكم يالزينات يالغاليات اللي اقترحتها عليكم نهار اليوم قنبلة في البناء كيما قاتلي واحد المشتركة شبعتونا قنابل ان شاء الله قنابل تاع الخير ان شاء الله يا ربي نبدو على بركاتي اللي هنا في الكاسرونة ديالي حطيت نصريت لحليب زوج مغارف كبار تاع بودرة الكاكاو حطيت عليهم زوج ملاعق تاع مايزينا وحطيت مغرفة وحدة برك تاع سكر ملعاقة كبيرة نخلطو هاد المواد هاكدا ومبعدا نحطو الكاسرونة ديالنا فوق النار دائما مع التحريك المستمر بفوي اليداوي هاكدا باش نتفادو كامل الحبيبات نبدو نحركو حتى الخاليط ديالنا يعقد هاكدا بهاد الشكل ومشي غري يعقد يعني نحنط فيو عليه نسينا وحتى يرفض الغلية هاكدا باش هاديك المايزينا الطيب وما تبقى ناش خضرة اهنا يا مباشرة وهي سخونة احين نزيدو عليها ملعاقة كبيرة تاع شوكولات طلي اوبتلا هادي لح تعمل الفرق ورح يعني غير تزيدوها رح تحسوا بواحد الريحة تاع شوكولات تطلع واش نقولكم من اروع ما يكون خياتي ديجا هادي برك رحي هاكدا رحي تحلية وحدة تفرغوها فليفيرين وتاكلوها كشغل كخام ديسة رح تجيب بزا فبنينا نوصلو مع بعض دوك هنالتحلية ديالنا في هاد الغيسي بيون هادا نجيبو قاطو اي قاطو تحبو ومن الاحسن القاطو ليكون كشغل شوية يابس هاكدا باش كشغل ما يتحرحرش تمتم ومن بعدا نفرغو الخاليط ديالنا من الاحسن سنة واحدة يبرد شوية تخرجو هاديك سخانة كبيرة ونفرغو على هاداك القاطو نخلطو هاكدا مباشراتا حتى هاداك القاطو يتغلف بهاديك الكريمة تاع الشوكولات ليحضرناها اهنايا كان عندي حبات تعجوز نقولكم واحد الخمسة ستة حبات برك تعجوز فتتهم شوية رايح نديرهم هنالداخل لح يعطوني القرماشة كيما على بلكم الجوز يتماشى ملاح ملاح مع الشوكولات تاني وشوية رايح نخليهم للتزين اه نعمرو ليفيغين ديالنا بالخالط ديالنا نحاولو هنا نمسحوهم وننطفوهم ومبعد هنا يا كطابقة تانية وتبقى اختيارية نحطو شوية بانان دوائر هاكدا من الفوق تاني البانان راح يجي هاي لفهات التحلية ويتماشى مليح مليح مع ذوق تعالشوكولات يعني حب بانان وحدة رايح تكفيكم دوكا راح نديروا الطابقة التالتة والاخيرة تشبهل يعني نفس مشي تشبهلها نفس الطابقة اللي دارناها فتحلي اللي فاتت بالفارة ولايلا شفيتو البنات يعني المتابعات ناخدو هنا يا زوجو مغار فتح شوكولات طلي اوبتيلا نزيدو عليها حوالي 4 كاستع الكريمة السائلة خدو اي كريمة تكون عندكم ومبعدها اما نحطوهم فوق حمام مائي ولا ندخلوهم الميكوروند انا دائما يعني نفضل الميكوروند دخلتهم حوالي 3 الى 4 ثواني خلطتو مليح مليح نتحصلو عليك شغل قاناش تاع شوكولا شوفو القاوة متاحها وما نحكي لكمش على البنة ديالها نزيدوها فوق هاداك البانان هاكدا كطبقة اخيرة من الفوق يعني راح تكون عندها لمعة والبنة طبعا ما نحكي لكمش خياتي وللتزين من الفوق نزينو بدوائر تاع البانان لانو رانحشيناها بالبانان ونزيدو شوية تعجوز لقوت لكم مفتت هاكدا خشين نحطو هاكدا على الجوانب راح يمدلنا منظر بزاف شباب وفي نفس الوقت اكيد راح يمدلنا البنة ويمدلنا القرماشة وهدي هي التحلية ديالي ما بقالي برك ندخلها للتلاجة تبرد ونروح نشوفو مع بعض الطابق الرئيسي لليوم كما يقولو سهل ماهل ارمي كلش في حاجة واحدة وانتي تهنيتي نروحو دوكان حضرو تتبيلات ديالنا هنا في الغيسي بيون ديالي حطيت زوج سنينات تاعتهم نزيدو عليهم شوية زيت انا درت خليط بين زيت عادي وزيت الزيتهم درت مغرفة صغيرة مع مرة تاع العكري درت خليط بين العكري كما كتشفو تعباب الدوكان درت خليطة العكري الحمر هاداك الفونسي والعكري تاع بلادنا عدنا شوية ملح قصبر مرحي شوية تاع زنجابيل عندي هنا تاني رشة صغيرة تاع الكمون شوية تاع فلفل لكحل وعندي تاني هنا يا مغرفة صغيرة تاع تواب الخاصة بالداجج هنا نخلطو كامل هاد المكونات معا بات كنت زيت شوية ما برك ونخلطوهم هاكدا ملح ملح تحبو تزيدو اعشاب عطرية لكم الاختية ومبعد هنا خياتين نقسمو هاداك تتبيلات على اتنين نصنديروها في الخضر هنا عندي تشكيلات عخضر كي ما راكوا تشوفوا معايا نقطعوهم هاكدا بطاطا الى دوائر الفلفل شرائح لبصل شرائح تاني وعندي حبة طماطيش قطعتها تاني شرائح وخلطهم كامل معا بات بهاداك تتبيلة ومبعد تتبيلة اللي بقات لي تبلت فيها قطعة الداجج نديروها لحسة بعد افراد العائلة ديالكم نديرو فتحات في الجاج هاكدا باش يتشربنا ملح هاديك التتبيلة وطبعا من الاحسن الجاج ديالنا نتبلوه بحوالي ساعة ولا ساعتين من قبل هاكدا باش يجي نابلين هنا يا اخياتي كون دلت الطاجين ديالي راه يسخن رميت عليه قبل الخضر كامل بها بهاداك التتبيلة كي ما راكوا تشوفوا معايا نستفها ملح ملح ومبعدها نحط من الفوق هادو قطع الداجج ودو كاني رايح نزيد لهم من الفوق رشا تعليح شيش ورشا تعلم عدنوس هاداك الوعاء برك دلتلو قطع تعلم ما نكتروش لما هالطاجين ما يحبش الماخياتي لانه هو يوفر لنا هاديك الوابور وهو يعني ليوفر شوية هاديك الاسوس والماكلة فيه تجي من اروع ما يكون كنت شاركته معاكم لاماك ديالو ماتخيك سيجي هاكدا بلا غيزيستانس ديالو يعني ملح الى كانت نقلنا في اماكن اللي ما فيهاش الغاز وقع ويطيب يعني روعة 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 بلا ما وهدا هو اللي يخلي الماكلة فيه تجي بزافة بنينا بالنسبة للسعر ديالو خياتي روي ديالو سبعمية وتمانين الف التوصيل راح متوفر ثمانية وخمسين ولاية وبالنسبة للضامان عندو ضامان عربع وعشرين شهر يعني عامين خياتي ويطيب ما شاء الله كما قلت لكم فالا ويدخل حتى الفرن انا جربته يعني دخلته للفرن خياتي فقط هذا يعني هذا الغيطاء لا لا لانه راح فيه قطعة بلاستيك من فوق دونك هاداك من دخلهش للفرن مي هاكدا التاجين بلا غيطة يدخل للفرن تاني خياتي دونك تقدو تستعمله فوق النار في الفرن بلا غيزيستانس هاكدا ديالو تاجين ما شاء الله من في الحجم ديالو ما شاء الله حجم عائلي دوكا خياتي نروحوا مع بعض نشوفوا المملحة اللي اقترحت عليكم النهار اليوم اللي راح تكون عبارة على طاكوس قغاتيني راح يجي بزافة بنينا احنا عملوه بسرصة اولى بكريمة الجبن راح يجي من اروع ما يكن انا ولادي يعني طاحوا عليها عجبوهم بزا بزا فياكلوا ويسلموا عليها دونك ان شاء الله انتم اتجربوا بهالطريقة باش تفرحوا بهوليداتكم ولا تفرحوا به افراد العائلة ديالكم ولا احتى اذا كان عندكم مثلا عرضة للضيوف ديالكم كيما اشتو في المقلة كنت طيبت الشرائح تعدانت اللي كنت تبلتهم يعني كيما نديرو الشاورما كنت عرفوه ديالونا دلت لهم شيات على كخانف خاش زيت لهم عصرة ليمون توابيل خاصة بالشاورما دائما تعباب الدكان دلت لهم الملح لاموطاقت تاني العكري في الفلكحل خلتهم مليح مليح مالينيتهم وم بعدها طيبتهم في مقلة معا شوية زيت هنا من جهة واحدة اخرى درت هذي كريمة الجبن اللي شاركتها معاكم في الفيديو السابق نعاود نذكركم بها يمكن اخوات ما شافوهاش كنت في البلانداغ ديالي حطيت كاس تحلي بدرت له مغير فاة كبيرة تعناشا ودرت قطعة تاع الجبن واللازوج يعني على حسب الحجم تاع الجبن ديالكم اذا كان استعملتوا هذك الحجم الكبير مستطيل ديروه غير واحدة دربتهم مليح في البلانداغ فرقتهم في الكاس رونا وبقيت نحرك حتى عقدت اليوم كي ماشتوا معايا كريمة الجبن راني عطرتها دلتلا شوية توم بودرة شوية عكري اعشاب عطرية هكذا باش تجيبنينا وعمرت هذك صندويتشات كي ماشتوا معايا في الخبز ساعة التورتيلا هادا يا يا اما تحبو تحضروه في الدار اكيد راح يجيبنين ولا تشروه هادا ليكون جاهز مع رمضان والعياة كامل اكيد نحبو نشروه اللي جاهز وبعد نحشيوها بهذك الشاور ما لي حضرناها وانا كنت نستلم شوية تعباطة مقلية على شكل مربعات حطيت لداخل شوية من كريمة الجبن حطيت هذيك الشاور ما شوية جبن مبشور غلقت عليهم وبعدها حطيتهم في بلاتو كريمة الجبن اللي بقات لي طليتها تاني من الفوق دردرت عليهم شوية جبن مبشور ودخلتهم للفورن شعلت لهم النار قبل لتحتها احتخدوا تحميرها يعني تحمروا وبعدها شعلت لهم من الفوق باش تقراتينا واخدوا ولا هادك الجبن خداها دل لون ادها بهذا فوالا دوك الاطباق تاعي كاملة راهي جاهزة مقبل ما نبدا نوجد طاولة اهنا درت شوية ديزو دوغيزم هادا تعالو غاج بياناتخ بخيم يوم مولطف تاع الجو درت تعالت تأمل والاسترخاء باش نحسب شوية بالراحة ونسترخاء بعد الوقفة هادك تاع الكوزينا ومنها تعني باش نحي شوية هادك الريحة تعطيها ومن بعدها بديت نوجد في الطاولة اديالي حطيت اليوم هاد الصوحون اليوم بدرت خالي طبين السيرفيس تعلها في اغميناج هادك الجون اللي شاركته معاكم دخلت عليه هادك طباسة يعني خرج واحد السيرفيس ما شاء الله خياتي دونك هاكدا ديفا يكون عندنا سيرفيس واحد بالك نكرهو منو نقدروا نشرولوا طباسة ولا ندخلوا لهم كشغل الوان واحد اخرى راح يبن حاجة واحد اخرى وهدي هي الطاولة خياتي دونك بالنسبة اليوم احضرنا مع بعض التحلية اللي كانت بذوق الشوكولة من اروع واطيب مياكم هادي لازم تجربوها وما تخلوش الوصفة تفوتكم خياتي يعني يجيب بزاف ابنينا خاصة عشاق الشوكولة يعني كل حاجة فيها ابنينا الشوكولة البانان هادك الجوز اللي اعطاني قرماشة هادي يعني مستحيل تخلو هاد التحلية تفوتكم خياتي شبح الطاولة شبح الصفرة دائما متواجد على الطاولة الافطار دينا بالالوان الزاهية والتاكوس قغاتيني هاوليك هنا ثاني يعني جاب بزاف ابنين صدقوني خياتي ولادي طاحوا عليها عجبهم بزاف بزاف هاوليك هنا راني قسمته لكم كيفاش يجي يعني هادا خلو اخر حاجة باش يبقى لكم مو قرمش باش هاكدا كيتناولو مع شربة يجي هاي انا كنت حبا نديرو حجم صغير ولكن الخبز اللي كان عندي مكنش نوعية مليحة مساعدنيش دونك كان كن صغيرو بزاف كشغلو رايح يتقطع درتو هاكدا كبير ام بعدا نقطعوهم ديموغسو كيمشتو والشربة اليوم مادرت خياتي شربة تاع فرميسل هاكدا باش نبدله شوية دفال فريك شوية تقيل دوك مره فريك مره فرميسل هاكدا باش ما نكرهوش وبنسبة للطابق الرئيسي دينا اللي كان كيما قلت لكم اللي نحضروه دفعة واحدة اللي ما يعيش ولي جي بزاف ابنين خاصة في هاد الطاجين تاع ماتخيكس هاوليك هنا كيما قلت لكم خياتي يدخل للفرن انا بعد ما طاب و تجمر حبيت هادا كل جاجي اخدك شغل تحميرها من فوق قلت شغلت لقريتا على الفرن ديالي من فوق وحطيتو يعني دقيقة زوج قصبر كما اخده هادا كل جاجي هاديك التحميره وكنت شوفوا معايا خرجي شهي والطاجين تاني بقى سخون يعني الماكلة بقى سخونة لانه يشد سخانة الطاجين هادا وكانت هدي هي الطاولة تعنا تعنهار اليوم شوية شلدة شوية حميس وشيربات الي كنا حضرناها مع بعض في الفيديو السابق وصلنا لنهاية تعالى فيديو تعنهار اليوم ما شاء الله الوصفات كنا لتاعجبكم قلكم تلا في صحتكم صحة رمضانكم صحة سيابكم في امان الله